السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات صفة الثالث تعليم مستمر طاب يومكم أتمنى أن تكونوا بخير حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية بسم الله نبتأ فلنتذكر سويا ما تعلمنا في الوحدة السابقة وهي الوحدة السادسة التنمية الوطنية المحاول التي تمت درستها في هذه الوحدة مفهوم التنمية وأهميتها الوطنية أنواع التنمية الوطنية ومجالاتها وتصنيفها استنتاج أثر التنمية في نمو اقتصاد وطني دور المواطن في تحقيق التنمية الوطنية بداية هي بنا طلاب وطالبات نراجع الوحدة من مقصود بالتنمية أحسنتم هي التحسين المستمر في الوطن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إجابة صحيحة عددوا عددي مجالات التنمية أحسنتم التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية ما الهدف من التنمية البشرية؟ أحسنتم تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ورعايتهم والعناية بهم وأكسابهم المعارف والمهارات إذن الهدف من التنمية البشرية تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ورعايتهم والعناية بهم وأكسابهم المعارف والمهارات ما الهدف من التنمية الاقتصادية؟ ممتاز أحسنتم تشجيع المواطنين على العمل والإنتاج وابتكار وسائل جديدة لتطوير قطاعات الاقتصاد إذن تشجيع المواطنين على العمل والإنتاج وابتكار وسائل جديدة لتطوير قطاعات الاقتصاد ذكرنا التنمية المستدامة وذكرنا مجالاتها عددوا عددي مجالات التنمية المستدامة أحسنتم واحد تلبية احتياجات الناس بانتظام ترشيد استهلاك الموارد والثروات الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة تطوير الاقتصاد برؤية مستقبلية تنمية الموارد والثروات الطبيعية لاستثمارها في المستقبل خدمة المجتمع وحماية أفراده وتأهيلهم للمستقبل المحافظة على البيئة وتنميتها إذن مجالات أبرز مجالات التنمية المستدامة تلبية احتياجات الناس بانتظام ترشيد استهلاك الموارد والثروات الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة تطوير الاقتصاد برؤية مستقبلية تنمية الموارد والثروات الطبيعية لماذا لاستثمارها في المستقبل خدمة المجتمع وحماية أفراده وتأهيلهم للمستقبل المحافظة على البيئة وتنميتها هذه أبرز مجالات التنمية المستدامة تعرفنا على التنمية الصحية ما المقصود بالتنمية الصحية أحسنتم هي العناية بصحة أفراد المجتمع من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة الصحة وعدد من الجهات الأخرى إذن التنمية الصحية هي العناية بصحة أفراد المجتمع من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة الصحة وعدد من الجهات الأخرى عددوا عددي وسائل تحقيق التنمية الصحية ممتاز المستشفيات والمدر الطبية الخدمات الصحية العلاجية والوقائية للحجاج التحصينات اللازمة ضد الأمراض المعدية زراعة الأعضاء والتقنية التنقية الدموية مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمات الإسعافية والطوارئ الصحة الإلكترونية وخدمة الاتصال إذن هذه أبرز وسائل تحقيق التنمية الصحية المستشفيات والمدن الطبية الخدمات الصحية العلاجية والوقائية للحجاج التحصينات اللازمة ضد الأمراض المعدية زراعة الأعضاء والتنقية الدموية مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمات الإسعافية والطوارئ الصحة الإلكترونية وخدمة الاتصال تعرفنا على التنمية الاجتماعية وذكرنا أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إذن عددوا بعددي أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحسنتم المعاشات الضمانية الحماية الاجتماعية رعاية الأحداث رعاية الأحداث رعاية ذوي الإعاقة رعاية الأيتام ست الإرشاد الأسري رعاية المسنين إذن أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعاشات الضمانية الحماية الاجتماعية رعاية الأحداث رعاية ذوي الإعاقة رعاية الأيتام الإرشاد الأسري رعاية المسنين وذلك تعرفنا على بنك التنمية الاجتماعي ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية؟ بنك التنمية الاجتماعية ماذا يقصد ببنك التنمية الاجتماعية؟ أحسنتم هو بنك حكومي يقدم عدد من منتجات التمويل الاجتماعي الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض ويتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر هذا التمويل يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة إذن بنك التنمية الاجتماعية هو بنك حكومي يقدم عددا من منتجات التمويل الاجتماعي الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض ويتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة انتهينا من مراجعة الوحدة طلابي وطالباتي ننتقل الآن إلى حل تقويم الوحدة السادسة تنمية الوطنية بدءا بالنشاط الأول ما مجالات التنمية وما هدف كل مجال؟ مجالات التنمية تنمية البشرية والاقتصادية هدف التنمية البشرية الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ورعايتهم أحسنتهم والعناية بهم وإكسابهم المعارف والمهارات أيضا المجال الثاني التنمية الاقتصادية وهدفه تشجيع المواطنين على العمل والإنتاج والابتكار وسائل جديدة لتطوير قطاعات الاقتصاد إذن مجالات التنمية تنمية البشرية والتنمية الاقتصادية هدف التنمية البشرية تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ورعايتهم والعناية بهم وإكسابهم من العارف والمهارات بينما هدف التنمية الاقتصادية تشجيع المواطنين على العمل والإنتاج وابتكار وسائل جديدة لتطوير قطاعات الاقتصاد هل انتهيتم؟ ننتقل للنشاط الذي يليه ذكرنا من وسائل تحقيق التنمية الصحية المراكز الرعاية الأولية النشاط يقول ما الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية؟ ما الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية؟ أحسنتم إذن مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بالمستوى الأول وتشمل رعاية الأمومة والطفولة وتشخيص الربو وعلاجه ومكافحة الأمراض التنفسية ورعاية مرضى الأمراض المزمنة إذن الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بالمستوى الأول تشمل رعاية الأمومة والطفولة تشخيص الربو وعلاجه ومكافحة الأمراض التنفسية ورعاية مرضى الأمراض المزمنة ننتقل للنشاط الذي يلي يضع الطلب علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي ألف جاءت رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية تحقيقا فاعلا ودائما با تنمية زراعية تندرج ضمن التنمية مجالات التنمية الاقتصادية في وطني جيم لا علاقة للتنمية الصحية بالتنمية المستدامة دال تقدم حكومة وطني خدمات طبية متكاملة للحجاج لا تشمل معاشات الضمان الأسر التي لا عائلة لها نبدأ بالفقرأ ألف جاءت رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية تحقيقا فاعلا ودائما العبارة الصحيحة التنمية الزراعية تندرج ضمنها مجالات التنمية الاقتصادية في وطني عبارة صحيحة نعم لا علاقة للتنمية الاقتصادية بالتنمية الصحية عفوا بالتنمية المستدامة إجابة خاطئة عبارة غير صحيحة تقدم حكومة وطني خدمات طبية متكاملة للحجاج عبارة صحيحة لا تشمل معاشات الضمان الأسر التي لا عائلة لها عبارة خاطئة عبارة غير صحيحة طلاب وطالباتي بهذا النشاط أصل وإياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم تقويم الوحدة السادسة التنمية الوطنية شكرا لكم حسن استمعكم استودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله شكرا لكم